اشتركوا في القناة 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 طويل كله بتحبهم؟ لا طبعاً، بس كل واحدة فيها مينزا قاسي. انت وناس وشباب فاضين على شغلة ولا الضرر عشاكين. انت فعل حب الدراسي يعني باين بيّن كل سنة تنجح ما شاء الله عليك. فاقررنا من المدرسين الخصوصيين مدرس طالع ومدرس داخل. فت السنب. تذكرت بالمدرس جاي انتظرني. تذكرت بالمدرس. تذكرت بالمدرس. صباح الخير. صباح النور. سامل ممكن اتكلم معاك شوية؟ معايا أنا؟ ايه معاك نور. تفتر؟ انا صديق خميس وقصتي شريف وراح اكون واضح وصريح معاك. انا اريد اتقدملك. وخميس موافق. لو سمت اخي حمود. خلينا اكمل كلامي. نستعمل اختار السيارة اللي تريدها. مع عشرة الاف مهر. راح احول هذا المبلغ في حسابك اول ما توافق. وهذا لكم تلكم. بصد بصد. بصد بصد. هذا صاحب خميس. جاي يقدمني سيارة فخمة وعشرة الاف مهر. يا الله ايش صايف البشر هذه الايام. كل شي في الدنيا صار له ثمن. لكن الغلطة ما منه. الغلطة من خميس اللي شجعه. يلا مايخالف لا تزالين نفسك. ناس محرومة. عبارهم العواطف يقدرون يشترونها بفلوسهم. تعرفين؟ انا كنت ريد اقولك كلمتين بس. لكن انا ماريد احراجه الحين الحين بالعمل. يلا مايخالف كم يشغلت هالا ضيقين نفسك. ان شاء الله. طيب طيب. انا بتابع الموضوع في الانترنت. يلا مع السلامة الحين. حسين. تعالي بسرعة نفرق. خير رايصة يلا. مصير. اخافي عرفوا. سالفة القرض الخمسة ملايين اللي انت استخرطتهم من البنك. وفلوسي. واسهمي. اللي استثمرناها في شرق آسيا. وكيف عرفوا؟ الاسعار نزلت يا حسين. الاسعار نزلت. وكن متوقع ان الاسعار تبتزع يوم بعد يوم. مصير. اخافي. اخاف بعد عرفوا سالفة العمارة مالي. اخافي. 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 اخافي كيف حين تغطي. اخافي. اخافي. حصلت مشرير للعمارة؟ لا با انت. اصلاحي اصلاحي انا راح لبكرة وباقي تجيب الليلة كل الاوراق المهمة والملفات والدسكات سمعتني بصاعلونا شنو يا فلفل واقل زين زين ما اشوفك اليوم ما داكم سلطة ها؟ بلومي؟ شوية؟ شوف تصرفات صديقك حضرته جا عندي البنك اليوم وقدمني هدية للزواج سيارة بعشرين الف ريال لا بعده عشرة الاف مهر شوف لأي درجة وصلت وقاحته؟ زين رقال عنده بلوس ويبي قدرش ما مثل بعض الناس؟ وبعدك تدافع عنه ها؟ شوف انت توقف عند حدا وإلا بيكون لي تصرف ثاني معاه سمعيني انت يا مل هذا احمد هذا لو اشتغل عشرين سنة ما يقب سيارة مثل سيارتي انا ما مثل هذي؟ انا حرة من اتزوج انا يكفين انه احمد انسان قلبه كبير وشريف لو اتزوجتي احمد ولا عمرش تشوفي السعادة صدقه كلامه خميس نعم يبغى مصلحتش يا اختي والله عشرة الاف مهر نعم وبيته ان كبرى كم طابق ولاو شغالة تخدمش ليل ونهار بترتاحي وزواج عدف من دقين كبرى انا الاشياء هذي كلها ما تهمني انا اتعبانة بروح بنام شوك يا اختش؟ ترفس النعمة اختش ترفس النعمة؟ ابوي هذي البنية هذي ما يفيد معاها الكلام خليها لا تبتشتغل خدامة بيت هناك حمدان تتلقى الاوامر من ستحة في بيضة خليها ايالي بتتعب ايالي بتتعب ايالي شغول بس اه مساء الخير وينك انت؟ انا من الساعة قاسى امتظرك هنا يا الله هداك بس النور ابوي رحت البحر اصد شوية سمك وشملي شوية هوم تعرف سامي انا مادري كيف صاير اكرها دي الحارة اكيد بتكرهها لان خلاص تعوت على جوال فنادق الخامس نجوم الله يا سامي فاتبتك سهرة البارحة مع فارس وعدنان ومع شله من القنص الناعم سمعني هذولا لا تجيب لي طاريهم مرة ثانية لاني عفيتهم اعفيت جلساتهم تعرف يا سالم اجمل لحظات حياتي اقضيها في قراءة كتاب ولا اتابع رحلات الحمام في وجه الشمس والكواكب الاخرى وبعدين يرجعولي باخبارهم تعرف ان عالمهم مريح من غير علم ما مثل عالمنا هذا انت خلاص بديت تتقنن بسبب جلساتك الطويلة مع الحمام اخبرك اروح اغير ملابسك وخلا نشوف انه مكان حلو ونشرب فيك بجينة انا ما بقدر اروح معك اليوم لاني مواعد طارق نشوف فيلم مع بعض وكيف صديقك طارق بعد ان صنن الزوج من اختك فايزة اسمعني يا سالم انت صديقي وطارق صديقي وفايزة اختي وهي كبيرة انت والزمن علمتوها الحكمة والعبر وهي قادرة تاخذ قراراتها بنفسها خاصة في مسائل الزواج هذه مسائل معقدة جدا انا ما افهمها وما مستعد ان ادخل فيها ابدا هي حرف اختيارها وانت عارف اني انا كلمتها بس هي ما مقتنعة فيك خلاص وفر كلامك انا رايح عنك اتصل بك باكر مع السلامة يا رعي الحمام داو غادة يلا نمشي كل مرة نيجي هالمكان تدخلي هالمحل وطارعي هاللوحة أمول ما أدري أحس هاللوحة فيها فيها شي غريب ما أدري الفنان الرسم العيون ما أدري شون كان يقصد بالفقط يعني فيها حزن فيها أمل أمل؟ مو أنت هي بس حسافة وهايد غالية شوفي ذمنها 285 ريالة يعني نص راتبك هذي ماكنها غادة غادة طبعا خنانة تفهم في اللوحات ونفني التشكيلي بعد أكيد تفهم وأعتقد إنها رسامة بعد أكيد ولا ما بتشوف اللوحة فيها العمق والجدي مو أم أم هذي هذي غادة؟ ما ترى يعني مثل غابات الأمازونة ما تتحصل فارز هاخونا بدي يحب هولي يحب ونحن اللي نشقع أخوي روح سلم عليهم نحن طلعين توقف المضح بعدين تعالوا خبرنا وش تصبح يا روح قول عمر لما ترجع بالتفصيل الممل خبرني عن كل شي ما تخلك انت؟ ولا أقول لك أنا أروح بالياك ما تروح؟ روح شوف هذا شوفايا على عين كمان هذا صديقتها صديقتها ما تزول سامي ولا لا يلا خبرنا عكل شي فا يا سعيد هذه بـ 285 ريال البنت اللي قطلة شو قاعد تشوف تعرفها؟ هذا غالي تشتغل في البنت اشترت شيقية ولا؟ لا تقيه هي وصاحبت هي مرتين أو ثلاث تقريداً لكن ما تشتري شيء تشوف هذه اللوحة معقبة فيها كثير بس تقول إنها غالية كثير حلوها قولة قولة نعم سنحصل اشتركوا في القناة لا 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 تستخدم عملا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مرحبا عمر كيفك؟ اي بس انا حبيت اعرف ايش برنامجك بكرة بكرة بالليل الا لان اياينا وفت من كوريا وحبيت اخذها مع زمام على عشا اي عدا انا ما حبيت اطلع معهم لان الوالد تعبار متل ما تعرف ما ادري تحبتي وياي عزمتهم بالمطعم الصيني اللي كنا فيه اخر مرة انا وانتوا وابوي خلاص اي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الواحد ايجي اناه منكها الربشة هذه ابويا وين عليهم تحان كذين لكن انا ليه لي ممتحنة بيهم باغا 10000 باسا باغا كم؟ 10000 باسا سير سير عند خالة كامال هناك وخذ من عندها لبلوس وبدوا تعال اقولك سير الدكان قيملي غرشة عصير يللا سير نحي هذه ماذا ابويا سير بنك الأمل اقب جيبنا كرتون عصير من الدكان لان البنك مفتوح سبيل حال كل حد تعالوا خط كتبي يلا أحمد من فضلك دقيقة أريد أكلمك عن موضوع خير سالم ويش فيه لا خير إن شاء الله حقيقة بغيت منك خدمة وعمري ما راح نسجع ميلك من فضلك بغيتك تكلم أبو سامي وفايزة وإن شاء الله بغيت رجعها علشان خاطر والدي فاروق أولا فايزة ما بتوافق وأبو سامي بعد لا 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 تقول كذي يا أحمد المهداك أنا قلت أنت اللي تقدر تقنعهم بصراحة سالم أنا ما أقدر أتوسط وأنت عاطل وما تشتغل يا أحمد الخلاص أشتغل وأنا كنت مظلوم زين أنا بساعدك بس تستمر في شغلك لمدة ستة شهر ولا بغي تعتمد على معاش فايزة يا أخي المسكينة ضحت كثير علشانك خلاص يا أحمد هذا وقت مني زين أنا بشوف وبحاول أساعدك يلا أخرت على المسجل نصلي يلا يلا خلق ها أمر هيني وإيش أخبارك مختفي كلفونك مقفولي إيش سالفة وأنت ليش فضولي يا أخي خير خير إيش صاير إيش لك والله نحن اليوم كنا في المكتب مع الوالد وخالق ومع الوفد الكوري سمعت سمعت عنكم مشاريع معاهم ها معنا مشاريع وريدك تشترك معانا من ويه خلينا أنا فروح خلينا خلص من مشاكلي مع رياضه خالق طلب مننا أنك تشترك معانا وهو يضمنك في أي بنت والله أولادي أنا محد مثلهم مهم النعم شوف كيف نعققين الكتب في كل مكان بعدهم يقلسي دوره هاي المحاية هاي البراية هاي القلق والله العظيم إش هذي الحال صح حيدني أمسا بخليه فلوس سنين يالهم وعبوا يا حيدني يبخلتين عليش يتدور مريم أكيد لصغيرين أخذوا فلوسها يا ربي يا مريم إيش بتسوق عمرش في هذا الشهر ما عندش مصارير والله العظيم وحدي أستيح أطلب دايما من أمل وإذا أمل بكرة زوجت وراحت بيت زوجها أزيرناك عندها وقول عطيني أستفي عادي يكفيني لسان حفيظة والله العظيم إش هسوي ولا أحمد أحمد أصلا من هين قاي يخلي لها بيسة وحدة تراني أسمع يقوله أكثر رجال دايما يأخذوا فلوس زوجي يعتم آخر الشعار نعم عارفهم يأخذوا فلوس حريم ياش الدوري مريم تعالي جلسي معانا إيش أقلس رأسي داير يا أختي هتدور على فلوس ما عارفهم خليتهم تعالجي جلسي جلسي إذا سندلس خليني هنا يالسي داير إيش هناك على موت دوري هتدور على فلوسي بدت الحلال بو عطيتيني هالما عارفهم خليتهم الله العظيم إش هنسوي لعقنا خبرش ما يخالف بننساهن لأننا بنحصل إن شاء الله من وراهن الضعف هاي إن شاء الله انت إيش ناوي تكملت السحرة هني وليش أفوي أنا تعبان ما في بارض حالك أنا راح أنام صبح على خير تروح تنام ها تعرف يا سالم أنا كل ليلة ما أنام إلا بعد أدان الفجر العنفقة متى تصحى وليش أصحى خبرني ليش أصحى ما صل تكره شي اسمه نهار وشمس وما صحالك إلا على العصرية وإذا حبيت أتسلى أروح أتسلى شوية مع الحمام ولا أروح أسهر بالليل مع طارق انت حياتك صارت صعبة وأحس إنك استسلمت بسرعة وأنا بصراحة تعبان نفسيا ومحتاج لشخص يكون معي قوي ومتفائل عشان أنا في بالي أشياء كثيرة اللي يسمعك يقول هنا الدنيا ما كنا حتى عشرة ريالات ماشا بجيبك أصبر علي شهر ولا شهرين وبتشوف سالم إن شاء الله برقى لأيام زمان أنسى يا سالم أنسى أنسى أيام زمان أيام زمان ولت وراحت أنسى؟ أنسى إيش؟ أنسى أيام العزل ما كنت تريش مع برياض؟ ولا أنسى أيام السقن والبهذلة؟ إسمعه يا سامي أنا لازم أرقع مثل أيام زمان ولازم أنتقم من بعض الناس سمعت يا سامي تصبح على خير موسيقى 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 ها يا ولدي عمر تابيني اكلم خالق ترهوا بعد كم يوم مسافر للعلاج احنا ما قلتلكم اني بتزوج من خارج العائلة اي بس البنت هذي احنا ما نعرفها ايش تقول تعرفون يعني بنت مؤدبة دارسة متعلمة متقفة وتشتغل ايش اكتر من كده يعني هذا الكلام مكفايا يا ولدي عمر لازم نعرف من عائلة من ما علي انا بسأل عنها وبعرف انا اعرفهم اعرفهم زين ناس طيبين وعائلة محترمة خلاص خلاص عموما انا رايحة ازور خالق في المستشفى زين سلمي علي انا بمرهم المغرب ان شاء الله انا بسأل المترجم للقناة بابيك بابيك تشترك لنا أيضا خميس كدو 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 داود جم ريال خمسة خمسة ريال يلا سرعي سرعي يا بله خبيد بارو أقول لك، أنت كيف مع عاجك هنا أوكي؟ مع عاجك تمام؟ الحمد لله يعني كذا أنت بتساهم بتساهم في مصاري في البيت ها؟ أكيد أكيد أقول لك، أنت تدفع الخمسة ريال أنت رايشتري أغراب حل البيت ها؟ يلا سلام خميس، خميس، خميس عدمانها حجة يلا يلا إنها الدوامو جايني نشوف المفاجأة خلاص الدوامو يلا فلموني؟ أنا لا أحب المفاجأات، فهموا لي أنا عاد أموت في المفاجأات مطممين؟ يلا 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 يا ربي، يقدروا حجين بعدين نشوف لا لا لحظة، لحظة، نشوف الكرت إيش مكتوبة يا سلام، فأنا لا أملك في الدنيا إلا عينيك وأحزاني عينيك وأحزاني ماذا هذا؟ مزار، مزار مزار، مزار قباني مزار قباني، حريبتينك هذه لوحدك المفاجأة هادة؟ أنت ما تحبين المفاجأة تأخذها؟ سمينون، هذه، هذه وقت غالية، سعرها بـ 285 همانين؟ يا سلام عادت غرفونتي، بتغلق ها؟ ها، هاً؟ هذه أنا نسرح؟ يلا، ألف مبروك، بس لا تنسى تغذمينا في حياة الجن سيوانا في قصر البستان يا والله هذه الهدايا اللي تشرح النفس، ما ببعض الناس ديهم هدايا شرطط. بريالة وبيتين بس عاد فايزا أنا قتلك الهدية ما بقيمتها عاد المينون ايش عرف ان انا احب هاللوحة هذا يصال غريب فعلا صح انه غريب حتى يشكل ريل شارون رئيس وزراء اسرائيل حكومته الجديدة وينهي مشاوراته واتصالاته مع الشركاء المحتملين تبقى التكهنات قائمة وعلى كل المستويات حول شكل هذه الحكومة وإن كان ستقوم أو ستستمر في حال قيامها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك اخوي حمدان الحمد لله يا بسامي وش اخبارك طيب الله يعرفيك يا مرحبا حسابك اخوي تفضل احسنت احسنت يا هسامي صدق انك انت الوحيد اللي تدفع اخر الشهر الباقين لازم ارسلهم عشان يتذكروا تذكروهم ما يعرفون اخر الشهر سبحان الله يا ذا الناس اقول حمدان حصلت تعويض عن فلوسه في الشركة لا والله ابدا يا بسامي ولا بيسة هذا كل من احمد وتفكيره انا يا بسامي كان عندي الفين ريال تحويشة العمر قلت يمكن بكرة احمد بيتزوك وبساعده ومن ورطك اخوي هذه شغلة الكبارية عندهم فلوس كثير اخوي هذه الاخوي لو خسروا ما يحزنوا ويتأثروا عليها كثير مو يخصك الته انا شفت سالم وسامي احوالهم تغيرت طلعوا من الحارة السيارات والسفرات وهم نصحوا احمد انه شغل فلوسه واحمد كلمني مرة مرتين ونصحته وقلت له يا والدي هذه التقارة ما من ثوبنا خلينا في هالدكان وفلوس اكتراها محفوظة في البنك بس احمد ما سكت وسالم التصلبي وقنعوني على انه الالفين يصيروا خمسة بعد ثلاثة اشهر وصاروا هي لكن بعد فترة بعد سمعنا ان الفلوس طاروا وكيف طاروا ما نعرف اوين الشركة فلست وكيف فلست ما نعرفها بعد اوين كل حد يقوله بقوله هي لنفس شركة سالم وسامي اخوي الكبار يلعبوا اللعبة والصغار ينسقنوا اذاف عندك والدي انا سامي انسقن وخرق وقالت في البيت لا شغلة ولا مشغلة وسالم رقع يشتغل معهم مرة ثانية خلنا منذ الشغلة انا بس اذن بقوم اروح عنك سامحني عاد اخوي تعال انا سمعت حتى سلام اوين خسرت لا ابوي فلوس الحاج ما عارفة كيف تصرفها لا حول الله عدنا رقمات لنا الشاي ليه لثنة امه هال في نفرحل احنا عدنا امرنا لله اوه الله شوي 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 هال لقد أسرها ماذا الجو الحلو هذا خليه يساوي واحدا أي شو ما يريد تليفون أيوه أهلا 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 و سهلا لحظة 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 شوية أهلا أيوه في المكان أهلا 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 فارس موسى شو عمره وضعه ما طبيعي سرحان وهذا وشوفه طار بعيد خير ايش فيه في شي انا ما عارفه أبوي غادة غادة هادي اللي تشتغل في البن؟ أي أنا حسيت أنه هو معجب بيها شوية الله سهل هذا هو وصل سأله ها مهم مقاعدين ها أخونا أشوف مكالمة طولت خير؟ خير خير الشباب أنا حب غادة وبخطبها عن قريب آه هذا الوقت صار في زحمة أشواقي يا حب آه هذا الوقت صار في زحمة أشواقي يا حب يكفيني من هجر يا جروب والباقي خليت عليك يكفيني من هجر يا جروب والباقي خليت عليك للدمع حذى للجراح يا ليل ما يعرف صباح لو طالت أقصانك شوي أو صار الأحزان يجناح للدمع حذى للجراح يا ليل ما يعرف صباح لو طالت أقصانك شوي أو صار الأحزان يجناح